لسه في الملف التركي كيف ستكون هذه الزيارة لها مرضود إيجابي على قضية ليبيا؟ بالتأكيد فكرة أنه يبقى فيه تعاون استراتيجي وأنا مهتم جدا بالجملة اللي نتقاول التالت تعاون استراتيجي رفيع ده المجلس اللي هيتعابل كلمة رفيع بتدلك أنك داية برئاسة رؤساء الجمهورية أقل حاجة رئيس الوزراء يعني من البلدين انت بتتكلم على شكل من أشكال التحالف أو بداية نوع من أنواع التحالف فبالتأكيد ده هيفيدنا في مرحلتين وفي مستوين بالذات في القضية الليبية طبعا ممكن يبقى فيه تفاهمات ما بين مصر وما بين تركيا بتؤسس لإعادة إعمار ليبيا في أمان إعادة رقب الصدع ما بين الطيارات السياسية هناك المواقمة ما بين كل الأفكار السياسية ده من جانب وده جانب مهم جدا جالم الآخر برضو حلف الناتو وفكرة أنك تبقى عندك حليف استراتيجي ده في هذا الحلف دي فكرة برضو مهمة ومؤسسة للسياسة المصرية أن هي بتبقى جزء من كل التحالفات ودي سياسة مصر على مر العصور ما بتعديش التحالفات بل على العكس بتحاول أن هي تبقى قريبة من هذه التحالفات فبالتأكيد التأثير في منتهى الإيجابية على ليبيا تبقى العلاقة فعلا ما بيننا وما بين قبرص اليونان مصرها ده اللي احنا كلنا بنترقبه لأن هي دي الموقع الأساسي يعني أنا أتوقع أن يكون هناك اتصالا على الأقل مصري يوناني أبروسي خلال الأيام القادمة لتوضيح الصورة إن ما كانتش لقاءة على مستوى القمة هي على الأقل اتصال يعني أكيد وجايز ده يكون يعني نزير خير أنه يحصل تعاون ما بين الأطراف التلاتة وتسوى قضية البحر الأبيض المتوسط الغاز يعني في البحر الأبيض المتوسط وقد تكون مصر رائدة ومصر دايما هي اللي بتحاول تقرب وجهات النظر الزيارة النهاردة كمان عايز أقول فيه جزء ملمح شكلي أن الرئيس أردوغان جايب السيدة قريناتو والرئيس المصري بيقابله بالسيدة قريناتو فأنت بتتكلم على برضو إطار فيه قدر من الودية وقدر من فكرة فتح بالضبط وفتح العلاقات بشكل ويد أنا بس عايز أنوه أن الزيارة كانت لمسجد وضريح الإمام الشفعي اللي الرئيس السيسي استحب فيها الرئيس أردوغان وكانت السيدة الأولى موجودة وحرم الرئيس أردوغان موجودة أصلا في زيارة مسجد الإمام الشفعي قبل مغادرته القاهرة